السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام وهجر كل ما يؤذيك ولا تلتفت ما تنسوش الدعاء لاخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم بدأ فيلمنا النهاردة مع ويلارد وهو واخد ابنه ارفين ودخلين الغابة لجنب بيتهم وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا عند صليب ويلارد كان عامل زمان وبيقعدوا قدامه يصلوا وفي اللحظة دي بنرجع بالزمن لوقت الحرب العالمية التانية ايام ما كان ويلارد جندي في الجيش الامريكي وبنشوفه هو ماشي مع زميله في الجيش في ارض المعركة وهم ماشيين بيصدفوا واحد من زميلهم مصلوب في وسط ارض المعركة ومسلوخ على ايدين الجنود اليابانيين وبيكونوا فاكرين انه ميت لكن بيتضح لهم انه لسه عايش لكن علشان فرص نجات وشبه معدومة ويلارد بيطلع مسدسه وبيضربه في نص دماغه وبيخلص عليه علشان يريحه من القلم وبعدها بفترة بنشوف ويلارد وهو راجع من الحرب وبيقف عند كافيه ولما بيدخل بي قابل مراته المستقبلية شارلوت وبتكون واحدة من اللي شغالين في الكافي ده وفي نفس الكافي ده بيكون في واحد اسمه كارل وبيقع كارل في حب واحدة اسمها ساندي وبتبقى زميلة شارلوت في الكافيه وبنعرف ان كارل مصور وبعدها بنشوف ويلارد وهو راكب العربية مع عمه اريكسل وبيدي له ويلارد مسدس الماني كان لقاه في المعارك واول ما بيرجع البيت بتحضنه امه ايمة بعد ما غاب عنها فترة كبيرة جدا وبنعرف انها كانت عامل حسابها انه لو رجع سليم من الحرب هتجوزوا واحدة اسمها هيلين لكنها مش بتقوله وتاني يوم بيروحوا الكنيسة وبتكون هيلين موجودة لكن ايمة مش بتقولهم حاجة برضو وبيدخل عليهم واعز اسمه روي وبنلاحظ ان هيلين معجبة بي جدا وبنعرف انها هتبقى زوجته المستقبلية وبيرمي روي على نفسه عناكب سامة كتير على اساس ان العناكب دي مش هتقزيه علشان هو مبارك وبعدها بنشوف ويلارد وهو راجع مع امه من الكنيسة وبتقوله امه انها عاوزة تجوزه هيلين لكنه بيكون رافض لانه بيفكر في شارلوت وبعدها بكم سنة فعلا بنلاقي انه تجوز شارلوت وبنشوفهم وهم بيشتروا البيت بتاعهم وبنلاقي انهم كمان خلفوا ابنهم ارفين وبيقرر وقتها ويلارد ان يدق صليب في الغابة اللي وراء بيته علشان البركة تحل على البيت وبنروح في الوقت دا البيت ايمة وبنلاقي هيلين عندها وبتطلب منها انها تاخد بنتها لنورة علشان هي رايحة في رحلة مع جوزها روي واخو المشلول وفعلا بتوافق ايمة وبتروح هيلين تركب مع روي وبنعرف في الوقت دا ان دا اخر يوم في حياة هيلين لان جوزتها هيلقوها بعد سبع سنين مدفونة في الغابة وروي اختفى هو كمان وبنروح بعد كده لسنة 1957 وبنشوف ارفين بعد ما كبر وبيلاقي ويلارد ان ابنه مضروف في وشه وبيعرف ان اللي عمل في كده هم مجموعة من زميله المتنمرين وبيقوله انه لازم يكون اشجع من كده ويتصدلهم وبعدها بياخدوا بيروحوا على الغابة علشان يصلوا وهناك بيشوفهم اتنين صيادين وبيترياءوا عليهم لكن ويلارد مش بيرد عليهم لان دا وقت الصلاة مش وقت مشاكل وبعد ما بيخلصوا بيرجعوا البيت وبياخد ويلارد ارفين وبيركبوا عربيتهم وبيفضل ويلارد ماشي لحد ما بيلاقي الاتنين الصيادين قاعدين في استراحة وبينزل فوقهم هما الاتنين ضرب وبعد ما بيخلص حقه منهم بيرجع يركب العربية تاني وبيقول لارفين انك لازم تاخد حقك لكن في الوقت المناسب وبالليل لما بيرجعوا للبيت بيتصدموا لما بيلاقوا شارلوت وقع على الارض ولما بييجي الدكتور بيقولهم انها عندها سرطان ومن اليوم ده بيوظب ويلارد على الصلاة هو وارفين علشان شارلوت تخف وبيروح كل يوم للغابة واكتر من مرة في اليوم على امل ان شارلوت تخف وبعد فترة تعب شارلوت بتسوق اكتر واكتر وبيقرر ويلارد انه يقدم تضحية وبياخد الكلب بتاع ارفين وبيخلص عليه وبيعلقوا على الصليب اللي في الغابة على امل ان مراته تخف وبيشوفوا ارفين في اليوم ده وبيكون ده اسوأ يوم في حياة ارفين لكن بالرغم من اللي عامل ويلارد ده كله شارلوت بتموت وبعدها بفترة بيلاقي ارفين ابو قاطع شراينه في الغابة وميت وبكده بيتيتم ارفين في سن صغير جدا وعلشان كده بتنقله الحكومة علشان يعيش مع جدته ايمة وجده اريكسل وهناك بيقابل لي نورا وبيبقوا اخوات بالتبني وبنرجع بالزمن مرة تانية الاسبوعين قبل اليوم اللي هيلين جابت في لي نورا لإيمة وبنلاقي ان روي بيعمل تجارب مجنونة على نفسه بحجة انه عاوز يعمل معجزة يثبت بيها قوة ايمانه وبنروح بعد كده لليوم اللي هيلين قدت في لي نورا لإيمة وبنشوفها وهي ماشية مع روي وبيدخله للغابة وهناك بيطعنها روي فجأة في رقبتها وبتموت وبيعمل كده لانه فاكر ان ربنا اداله موهبة احياء الاموات لكن طبعا هيلين مش بترجع وعلشان كده بيدفنها في الغابة وبيركب العربية مع اخوه وبيفضل اخوه يوبخ فيه وبيقوله انه على الاقل يرجع ياخد بنته وفعلا بيقف في نص السكة وبيسيب اخوه المشلول في العربية وبيركب مع عربية تانية علشان يوصلوا في سكتهم وبنلاقي ان العربية دي بتاعت كارل وساندي اللي تجوزوا هما كمان وبينام روي في الطريق ولما بيصحى بيلاقي نفسه في الغابة بالقرب من البحيرة وبيلاقي كارل بيطلب منه تحت تهديد السلاح انه يدخل في علاقة مع امراته وهو بيصورهم لكن روي بيرفض لانه شخص مؤمن فبيخلص علي كارل وبيتخلص من جسيته في البحيرة وبنروح بعد كده لتاريخ 1965 وبالتحديد اليوم عيد ميلاد ارفين وبيحتفل بيما علي نورا وإيمة وإريكسل وبيديله إريكسل المسدس اللي ويلارد كانت دهوله من 20 سنة كهدية لعيد ميلاده والتاني يوم بنشوف لي نورا وهي راجعة من المدرسة وبيصطادها شوية عيال متنمرين وبيفضلوا يتنمروا عليها وبيعكسوها لحد ما بيوصل ارفين وبيضرب العيال دي لكنه مش بيقدر عليهم وبيضربوه وبياخدوا بعضهم وبيمشو وبعدها بياخد ارفين لنورا وبيروحوا على قبر والدتها علشان تزورها وبيشوفهم الكاهن بتاع الكنيسة وبيقولهم انه هيغيب فترة عن المدينة وعلشان كده هيكون الكاهن والله هيصلي بيهم الفترة الجاية هو ابن اخوه وبيقولهم يبلغوا جدتهم ايما بالموضوع ده علشان تبقى عاملة حسابها وعلشان كده بتقرر ايما انها تعمل احلى اكل وتاخدوا معاها يوم الحد الكنيسة علشان تقدموا للكاهن الجديد وبنعرف انها احسن واحدة بتعمل اكل في المدينة كلها ولما بيجي يوم الحد كل امهات المدينة بيكونوا جايبين معاهم اكل للكنيسة وبيقف الكاهن الجديد اللي اسمه بريستون يدوق كل الاطباء دي وعلى عكس المتوقع بيقول ان الاكل بتاع ايما هو اسوأ اكل هو داقه في حياته كلها وبيقول للناس انه هيسمح لهم ياكلوا من اي اكل تاني الا الاكل اللي ايما عاملاه وهياخده هو علشان يتخلص منه بعدين بمعرفته ولما بيركابه العربية بعد ما اليوم بيخلص بتقعد ايما تعيط وبتكون زعلانة جدا من كلام بريستون على اكلها وبيكون قرفين متدايق جدا لزعلها ومتأكد ان اكل ايما عاجب بريستون وعلشان كده هو قال عليه الكلام الوحش دا علشان ياخده لنفسه وما يخليش اي حد تاني يقول منه متجاهل مشاعر ايما واول ما بيشوف بريستون خارج من الكنيسة بيبقى عاوز ينزل يهزقه على الكلام اللي قاله دا لكن ايما بتلحقه وبتمنعه وتاني يوم لما بيروح ارفين علشان ياخد لي نورة من المدرسة بيلاقي ان مجموعة المتنمرين دول بيضيقوها تاني فبياخدها بالعربية بسرعة وبيجروا من المكان وبيوديها على قبر امها علشان تزورها وبيرجع هو للعيال دي وبيصطادهم واحد واحد في اماكن متفرقة وبينزل فيهم ضربه وبيحذرهم من انهم يقربوا من لي نورة مرة تانية وفي الوقت دا بتدخل لي نورة للكنيسة وبتقابل بريستون وبتقوله على مشكلتها فبيعزمها على خروجه في مكان هادي بالعربية بتاعته وبيقول لها ان دا هيكون احسن علشان تعترف له بعيد عن الدوشة وفعلا بيروحوا وهناك بتظهر نوايا بريستون السيئة وبياخد منها اللي هو عايزه وبنلاحظ ان اللي نورة بتنجذب لي زي ما امها انجذبت لابوها زمان باسم الدين وبعد ثلاث شهور بنشوف ساندي وهي قاعدة في عربيتها وبنلاقي انها بتخطط علشان تهرب من جزها كارل ومن افعاله السايكوباتية دي لانها عايزة تعيش حياة عادية لكنها في النهاية بتتخلى عن الفكرة وبترجع مرة تانية لبيتها والكارل والتاني يوم بيجيلها ظابط الشرطة بتاع المدينة واسمه لي وبنعرف انه يبقى اخه ساندي وهو نفس الظابط اللي اكتشب جزت ويلر دي زمان وخد بعد كده قارفين لبيت جديته وبنعرف انه عارف اللي بتعمله اخته وجزها وانهم بيصطادوا اي حد تايه ويعملوا معاه زي ما عملوا مع روي وبيتسطر عليهم ليه علشان صورته متهتزش لما يتعرف انه اخته بتعمل الكلام ده وبيقول لها ليه انهم لازم يوقفوا افعالهم دي الفترة اللي جاية لانه هيترشح في انتخابات المدينة اللي هتتعامل قريب ومش عايز افعالها تأثر على سمعته قصاد الناخبين لكن ساندي مش بتسمع كلامه بتكمل هي وجوزها كارل في افعالهم وبيقابلهم في يوم من الايام جندي في الجيش وبيعملوا معاه زي ما بيعملوا مع باقي ضحاياهم لكن وهم راجعين البيت بتقول ساندي الكارل انها خلاص زهقت من اللي هم بيعملوا ده لكن كارل مش بيهتموا علشان كده بتبلغ المركز العسكري بعد كده بالحدثة وبنرجع مرة تانية لي نورا اللي بتقوم من النوم تعبانة وبتفضل ترجع وبتعرف ساعتها انها حامل من بريستون لكنها مش بتقول لأي حد في البيت وبتروح تقابل بريستون وبتقوله على اللي حصل لكنه بينكر ان اللي بطناها ده يبقى ابنه فبتصاب لي نورا بالاكتئاب وعلشان هي بنت مؤمنة بتخاف لحسن حد يعرف اللي هي عملته وتجيب العر لإيمة وإريكسل وعلشان كده بتقرر انها تخلص على نفسها وبتربط حبل في سقف الحظيرة وبتجيب جردل وبتقف عليه علشان تشنق نفسها لكنها بآخر لحظة بتتراجع عن قرارها لإنها بتلاقي ان إيمة هتزعل أكتر لو هي ماتت وبتحاول تفك الحبل من حوالين رقابتها لكنها بتتزحلق بالغلط من على الجردل وبتموت وبعد شوية بيوصل قارفين وبيتصدم أول ما بيشوفها وبيشيلها لكنها بتكون خلاص ماتت وفي الجنازة محدش بيروح لإن بريستون بيقول إن اللي بيموت نفسه ما يستحقش الرحمة وبعد ما بيدفنوها بيبلغ ضابط الشرطة أرفين إن تحليل الطب الشرعي كان بيقول إن لينورا حامل وأول ما بيسمع أرفين الكلام ده بيشك إن بريستون هو اللي عمل فيها كده لإنها في الفترة الأخيرة كانت بتقرب منه جدا وبيقرر بعدها إنه ينتقم منه وبيفضل متابعه علشان يلاقي الفرصة المثالية وفي يوم بيشوفه هو بيقابل بنت تانية من نفس سن لينورا وبيعمل معها زي ما عمل مع لينورا وفي نفس المكان وساعتها بيتأكد من شكوكه وبيقرر إنه يخلص عليه وبالليل بيروح البيت وبيودع إيمة وإريكسل من غير ما يقولهم على حاجة وده لإنه عارف إنه مش هينفع يرجع البيت مرة تانية بعد ما يخلص عليه وتاني يوم بياخد أرفين المسدس اللي إريكسل كانت دهوله وبيروح على الكنيسة على أساس إنه عاوز يعترف بخطايا لبريستون وبعد ما بيقعد معه شوية بيقوم فجأة وبيرفع مسدسه عليه وبيواجه باللي عمله مع لينورا لكن بريستون بيرفض إنه يعترف وبيحاول يهرب منه لكن أرفين بيكون متعصب جدا وبيضربه بالنار وبيخلص عليه وبياخد بعضه وبيهرب من الكنيسة وبيروح يركب عربيته وبيقرر يرجع لبيت طفولته ولكن من سوق حظه العربية بتتعطل منه في السكة وعلشان كده بيقف في السكة وبيستنى أي عربية تاخده معاها لحد ما بيلاقي عربية فعلا ولكن لسوق حظه مرة كمان العربية دي تبقى بتاعت كارل وساندي وبيركب معاهم فعلا وبيروحوا على مكانهم المعتاد وأول ما بيوصلوا بينزل كارل من العربية وبيلاحظ أرفين مسدس في جيبه وبيحس أرفين من تصرفات كارل لأنه شخصي مش تمام وبيشوفه هو ماسك مسدس ورايح نحيته فبيضربه بالنار بسرعة فبيطلع ساندي مسدسها وهي خايفة فبيضربها أرفين هي كمان بالنار ولما بيفتح الدرج بتاع العربية بيلاقي فيه مجموعة من الصور ليهم مع ضحاياهم فبياخدها معاك دليل علشان لو تقبض عليه يقول إنه قتلهم دفاعا عن نفسه وبعدها بتلاقي الشرطة جثتهم وبيتصدم ليه لما بيعرف إن الجثة المرادة هي جثة أخته جزها وبيحزن جدا عليها لكن أكتر حاجة بتكون شغلة تفكيره هو إن أفعالهم لازم تدفن معاهم علشان مكانته واسمه ما يتهزوش وعلشان كده وبعد كام يوم بيروح على بيت ساندي وبيحرق كل الصور والأفلام اللي ساندي وكارل كانوا مصورينها وبنشوف بعد كده أرفين بعد ما وصل لبيت أبوه وبيقابل واحد جارهم وبيفتكروا أرفين لأنه كان ساعده زمان لما أبو مات وعلى الناحية التانية بنلاقي إن ليه اكتشف إن اللي قاتل أخته هو نفسه اللي قاتل بريستون وبيعرف إنه أرفين لأنه بيلاقي عربيته ركن على الطريق وبيلاقي كمان إنه استخدم نفس المسدس في جريمتين ولما بيدور وراء بيعرف إنه هو الطفل اللي ساعده زمان علشان يوصله لجده وبنرجع مرة تانية لأرفين اللي بيكون واقف قصاد الصليب اللي أبو كان عامله وبيكون عليه بقايا جسة الكلب بتاعه وبيفهم ساعتها أبوه عمل كده ليه في الكلب وبيسامحه على اللي عمله وهو قاعد كده بيسمع صوت حد جاي من وراءه فبيلتفت وبيلاقي إنه ليه فبيهرب منه وبيجري وراء ليه وهو ماسك بندقية لحد ما بيقفشه ليه وبيقع أرفين على الأرض وبيكون معه مسدس وبيحاول يشرح لليه أسباب قتله لأخته وجوزها وقتله لبريستون وبيقوله إنهم كانوا أشخاص سيئين وكانوا يستحقوا الموت وفي اللحظة دي بيضرب ليه عليه نار لكن الطلقة بتيجي في شجرة قدام أرفين وبيضربه أرفين بالنار وبيخلص عليه وبعدها بيحط الصور اللي لقاها مع ساندي في جيبلي علشان لو حد لقى الجثة يعرفه اللي كانت بتعمله أخته ويعرفه ساعتها إنه شرطي فاسد وبيطلع بعدها أرفين على الطريق علشان يسافر لمكان تاني بعيد وبيوقف عربية على الطريق وبيركب مع صحابها وبيحس أرفين إنه عاوز ينام لكنه بيمسك نفسه وفي الوقت ده بيتخيل كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل بعد كده ما بين إنه يبني عيلة ويبقى قب زي أبوه أو إنه يشارك في حرب فيتنام زي باقي شباب جيله أو إنه يرجع مرة تانية الإيمة وإريكسل وبعد تفكير عميق إنهم بيغلبوا بينام في العربية وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك فيكم من علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم اشتركوا في القناة